اشتركوا في القناة حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب وحلقتنا النهاردة هي تكملة للحلقات السابقة التي تكلمنا فيها عن موضوع مهم وهو موضوع حتمية الصليب وأيضا حتمية قيامة شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في الحلقات اللي فاتت تكلمنا شوية عن بعض الاعتراضات التي يقدمها البعض بخصوص صلب وقيامة المسيح والحلقة اللي فاتت تكلمنا شوية عن أيضا مصداقية الكتاب المؤدس في تسجيله لنا لحقيقة الصلب وحقيقة القيامة قبل مبدأ حلقة النهاردة جانا جات لي رسالة من شخص هو ما كتبش اسمه لكن حطها على الصفحة بتاعتنا على الانترنت وسمى نفسه مي أو أنا يعني لو حبيت أن أترجمها فبيقول في هذه الرسالة أستاذ أشرف أشعر بصدقك في عرض المعلومات لذلك قبل كل شيء لابد أن تعلم بإني أحترم ديانتك وديانات غيرك وعندما أكتب رأيي فأنا أكتب ليس للاستعباط أو التنطع ده طبعا يعني لغة مصرية أصيلة بل إنما سأكتبه هو ما يدور في عقلي وهو ما منعني من اعتناق المسيحية ولا غيرها من الديانات سأكتب رأيي باختصار شديد أمام المتدينين جدرين يعني هو بيقول إن إحنا قدامنا جدرين لابد أن إحنا نخترقهم علشان نوصل أو نقنع غير المؤمنين بما نؤمن به لابد لهم أولا من أن يخترقوها حتى يثبتوا أن ديانتهم هي الديانة الصحية أولا عزيزي أنا بشكرك من أجل هذه الرسالة المسيحية ليست ديانة المسيحية هي علاقة شخصية مع شخص الرب يسوع المسيح فبيقول الجدار الأول هو إثبات صحة الأحداث التاريخية الموجودة في كتبه المقدسة وأعتقد أنك يا أستاذ أشرف استطعت أن تخترق الجدار الأول فقد اقتنعت أنا بكلامك أما الجدار الثاني فهو أن تثبت لنا أن الشخصيات التاريخية في الكتاب المقدس فسروا مجريات الأحداث بشكل صحيح وأعتقد أن الجدار الثاني لم تستطع أن تخترقه حتى الآن عزيزي أنا بشكرك من أجل هذه الرسالة وبشكرك أن أنت صادق فيما تقول أنه إلى حد ما أنت اقتنعت أن الأحداث المسجلة في الكتاب المقدس هي أحداث حقيقية تاريخية أما بخصوص بقى التفسيرات الأشخاص لها ويقصد مثلا كتابات متى لما كتب عنها أو لؤة أو مرؤس أو يحنى أو حتى لما كتب عنها رسول بوليس أو إلى غيرهم من كتاب العهد الجديد أنه إيش ضمننا أنه اللي شفوه فسروا صح يعني القبر فارغ بس هم قالوا القبر فارغ لأن يسوع عام يعني ده تفسيرهم فهل هذا هو تفسيرهم الشخصي؟ وإيش ضمنني أنه تفسيرهم الشخصي لهذه الأحداث هي هو التفسير الصح وبعدين كمل فيه تعليقه بعدما كتب له بعض الإخوة بعض الردود على الرسالة بتاعته كتب فيه تعليقه وقال أنه قيامة المسيح من قبره الناس وجدوا القبر فارغ لاحقا وفسروا تلك الظاهرة على أن المسيح قام من قبره المشكلة ليست في وجود القبر الفارغ بل في تفسير الناس لتلك الظاهرة فنحن لا نستطيع أن نثق في تفسير الناس لأن تفسيراتهم قد تكون خاطئة طبعا في بعض التفسيرات اللي ممكن الناس تقدمها لأحداث نراها اليوم وتكون هذه التفسيرات خاطئة لكن اللي خليني أنا النهاردة أصدق أنه تفسير متى ومرؤوس ولوءة ويحنى وتفسير العهد الجديد للقبر الفارغ على أنه المسيحة وعلى أنه برهان ودليل على قيامة المسيح ده هنتكلم عنه يعني في بقية الحلقة عن موضوع قيامة المسيح لكن حبيبي وعزيزي المشاهد حبيب أأكد أيضا أن القبر الفارغ مع أنه دليل على برهان وبرهان على قيامة المسيح إلا أن القبر الفارغ لم يغير في حياة التلاميذ يعني هما شافوا القبر الفارغ ورجعوا إلى العلية وكانوا خائفين وكانوا غير مصدقين وكانوا أيضا مرتعبين وكانوا في انغلاق على أنفسهم الذي غير التلاميذ ليس القبر الفارغ في حد ذاته لكن الذي غير التلاميذ هو ظهور الرب المقام لهم أفرادا وجماعة هو الذي غير حياتهم هذا الظهور الإلهي لشخص الرب يسوع الذي قام من بين الأموات الذي لمسوه والذي وضعوا أصبعهم في مكان المسامير وفي الجنب أو الطعن الموجود في جنبه الذي أيضا أكلوا معه وصاروا معه وماشوا معه ورأوه وجلسوا معه إلى أن صعد هذا الظهور للرب يسوع هو الذي غير التلاميذ وجعلهم مؤمنين أن المسيح ليس في القبر وأنه قام لأنه ظهر لهم أفرادا وأيضا جماعة وأنا أتكلم عن الجزء ده بالتفصيل لكن عنوان حلقة النهاردة وهي حلقة مهمة جدا هي الرد على شبهات موت وقيامة المسيح هناك العديد من الشبهات الموجودة اللي بيترحل بعض المتعلقة بموت وقيامة شخص الرب يسوع المسيح وقبل ما نتكلم عن هذه الشبهات حابب أنه ناخد فيديو يورينا من خلال هذا الفيديو هنحاول أن نرد على الشبهات اللي بيقدمها المتكلم بخصوص موت المسيح في الفيديوهات القادمة فخلونا ناخد أول فيديو وناخد أيضا نشوف الرد على هذه الشبهات I just wanted to ask a question related to the Christian who asked a question before and you mentioned that the soldiers stabbed Jesus and he was still alive before he was buried my question is did Jesus actually go to the cross or was he saved from ever having any of the pain sister what's the name sister my name is Rachel sister has a question that when Jesus Christ peace be upon him when he was stabbed by the soldiers she's asking did Jesus peace be upon him actually go to the cross and was he in pain or was he safe from going to the cross now both these incidences details differ as per the Quran and the Bible I am a student of comparative religion I know both the versions as per the Quran the Quran gives the the reply in Surah Nisa chapter number 4 verse number 157 it says that the Jews said in boast that we killed Jesus the son of Mary but the Quran says they killed him not neither did they crucify him well I can chew be alone it was only made to appear so anyone who defers is full of doubt it let the person with only conjectures to follow for a surety they killed him not so according to the Quran Surah Nisa chapter 4 was 157 Jesus Christ peace be upon him was not crucified he was not killed it was made to appear so how it happened we are least bothered about the details the next verse is in Surah Nisa chapter 4 158 Allah raised him up alive unto himself in the Bible now for the Muslims Quran says he was not killed he was not crucified we are satisfied it was made to appear so how it happened there are many hypotheses maybe somebody was replaced in his place or maybe it may we are least bothered Quran says he was not killed he was not crucified we are satisfied we are not bothered to know the details the details the question in general is how the Messiah went to the grave or that he was killed from the death of the grave and this is the question that he asked the question and the first part of the question that the first part of the question that the Dr. Zekeer gave him to the grave today is what an Serchu of the purposes of the properly the comments what I would say to forth is what the Quran real these principles I would say a first thing a big deal about the original first thing that the Quran's theước qué له there is no a coup the thing when of this it is for the a for the وذلك للأسباب الآتية يعني يعني في كذا سبب يجعلنا أن احنا فعلا لا نعتد بالرواية القرآنية عن صلب المسيح وذلك للآتي أو الحاجة لا يقدم القرآن أي دليل منطقي أو تاريخي على عدم صلب المسيح يعني لا يوجد دليل واحد دليل واحد في النص القرآني يقول لي أن المسيح لم يمت مفيش فبالتالي أنا لا أعتد بها ولا أخذها بعين الاعتبار لأنها أساسا بتفقد مصدقيتها وبتسقط مصدقيتها لعدم وجود دليل واحد تقدمه على عدم صلب المسيح حاجة تانية الأقدم دائما أصدق الأقدم أصدق وبالأخص إذا كان الأقدم كتبوا شهود عيان يعني أنا عندي فرق ستمائة سنة ما بين صلب المسيح وقيامته وما بين ظهور الإسلام فأنا عندي ستمائة سنة فرق الأقدم اللي تكتب أيام القرن الأول بعد موت المسيح وبعد قيامته يمكن بفترات يمكن عندنا ماتة ولؤة ومرقص ويحنى اتكتبوا فترة حوالي ممكن نقول 30-40 سنة بعد الحدث لكن حتى هؤلاء أخذوا من مصادر كانت موجودة وكانت أيضا في ذلك الوقت من شهود عيان تتبعوا القصة وكتبوها كشهود عيان فبالتالي منطقيا وتاريخيا ومن جهة البحث ومن جهة الأمانة العلمية الأقدم واللي تكتب من خلال شهود عيان هو الذي له الثقل وله المصداقية ويؤخذ في الاعتبار لكن ما كتب من غير شهود عيان أو بدون شهد عيان وكتب متأخرا بمئات سنين ليس له أي قيمة وليس له أي وزن من حيث المصداقية فده السبب الثاني السبب الثالث أكتر من ستمائة سنة لم ينكر أي مؤرخ يهودي أو روماني حقيقة صلب المسيح وموت المسيح فعندنا حتى المؤرخين اليهود وأذكر منهم يوسيفوس ويوسيفوس كتب عن المسيح المصلوب الذي يعبده المسيحيين وأيضا مؤرخين رومان كثيرين يعني المسيح في الوثائق الغير كتابية الرومانية موجود في أكتر من وثيقة وأكتر من سجل تاريخي حتى هؤلاء اللي هم أعداء الإيمان المسيحي شهدوا عن موت المسيح وعن صلب المسيح فبالتالي لا يوجد أي نفي لهذه الحقيقة لمدة ستمائة سنة الحاجة الأخيرة اللي أختم بيها يقول أنه في رده عليها يقول أنه لا ينبغي يقول أنه القرآن قال ونحن نقبل برضى ما قاله ولا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفاصيل يعني أنت عندك نص كرآني تعبير موجود عبارة بتنفي حقيقة تاريخية ولا تبحث عن الدلائل ولا تبحث عن التفاصيل ولا تبحث عن الزمن ولا تتكلم عن المكان ولا تتكلم عن الأشخاص اللي كانوا موجودين ولا تتكلم عن كيفية الموت أو كيفية قدول الصلب أو الزي وكل هذه الأشياء كتب عنها الكتاب المؤدس بالتفاصيل بالتفصيل الدقيق جدا جدا فأكتر من 40% من المحتوى الأنجيل خصصة لهذه الفترة فترة الألام وتيجي أنت تقول لي أنا يكفيني برضى أنه القرآن قال كده طيب يعني يعني أين البحث العلمي ده مفيش اختفع أين أنت بتقارن أو أستاذ مقارنة الأديان مفيش طيب ما سألتش نفسك سؤال إيه الدليل اللي بيقدموا القرآن على كده مفيش طيب إيه الدليل التاريخي على اللي موجود الدليل التاريخي اللي بينفي حقيقة موت المسيح مفيش طيب هل فيه كتاب قبل القرآن كتبوا عن أنه المسيح لم يعمد مفيش فبالتالي يعني أنت حتى كباحث وكأستاذ مقارنة الأديان مصداقيتك انتهت من خلال بس العبارة اللي قلتها أن أنت راضي بقبول ما قاله القرآن ولا نسأل أنفسنا عن التفاصيل يعني أنت تسأل أنفسك عن التفاصيل في كتاب المؤدس ولما تيجي عند العبارة اللي تقالد في القرآن تقول أنا لا أسأل عن التفاصيل فكيف يكون هذا وأنت باحث أو تدعي أنك أنت باحث عشان كده أختم وأقول أنه لا ينبغي لنا أن نعتد وبقولها مرة تانية لا ينبغي لنا أن نعتد بعبارة القرآن عن صلب المسيح لأنها تخلو من أي مصداقية تاريخية ده ملخصي لهذا الموضوع فأول جزء في الفيديو الرواية القرآنية بيأكد من خلالها أن المسيح لم يموت وهذا بصراحة لا أعتد به ولا أخذه كمصدر صادق يعبر عن حدث تاريخي حقيقي نأخذ الفيديو الثاني ونكمل مع بعض ردنا على دكتور زكير إذا قررر الرسالة عن حدث تاريخي فتصوص Shh نأخذ الفيديو الرضاق إذا قررر الرسالات عن حدث تجزيح فتصوص إنك أشكرا في جون 10-31-32 عندما يقول أنه لدي أباك لثي يظن أنه يفعل دولة لذلك يقول أنه يمعت في ذلك يقول أنه انه يمعت في ذلك يبعض دولة لذلك يقول في جون 10-32 دولة في جون 10-32 سيظن إنه مصد في كتوك تتتتتتت lime الله سوءעל بكلامك تتبرر و بكلامك أيضا تدين هو بيقول هنا أن اليهود اعتبروا أن المسيح مجدف ليه اعتبر اليهود أن المسيح مجدف لأنهم لما سمعوا كلامه اللي قالوا أنا والآب واحد اعتبروا أن المسيح يدعي الألوهية يعني اليهود فهموا من كلام المسيح أن المسيح يدعي أنه الله الظاهر في الجسد ولهذا اعتبروه مجدف ولهذا قادوه إلى الصلب طبعا أول حاجة بيقولها أن اليهود فهموا أن يسوع ادعى الألوهية وده طبعا عكس نهائي اللي بيقولوا الإخوة المسلمين النهاردة ليه؟ لأنهم بيقولوا أين قال المسيح أنا الله وبعدين هنا يجي يقولوا أن اليهود فهموا من كلام المسيح أن المسيح ادعى أنه الله وبياخد كذا شاهد من يحن عشر طبعا نحن يحن مليان كل شواهد ونصوص الكتابية سواء من الأنجيل الأربعة كتير جدا التي تؤكد وتثبت أن المسيح قال أنا الله الظاهر في الجسد قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن قال لرب يسوع كلام ده رب يسوع قال أنا والآب واحد فهو بيقول أنه اليهود فهموا وده طبعا يعني ده ادعاء يعني مش في صلحه هو ده ادعاء ضده لأنه ده بيؤكد أن أهل اليهودية عندما سمعوا كلام المسيح وهم يهود ويعرفون العهد القديم ويعرفون كل إعلان الله في العهد القديم من كلام المسيح الذي قاله أدركوا أنه يساوي نفسه بالآب ويقول أنا والآب واحد هذا يعني أن يسوع قال عن نفسه أنه هو الله وهذا ينفي ادعاء المسلمين الذي بالقول أن المسيح لم يدعي يوما أنه الله فهو هنا بيثبت كذبت ادعاء المسلمين الكثيرين الذين يقولون أن المسيح لم يقل أنه قال أنه الله الظاهر في الجسد أخذ الجزء الثالث من الفيديو ونكمل ردنا على إجاباته أخذ الجزء الثالث من الفيديو ونكمل ردنا على إجاباته أن jag versegli المزاره في الجزء الثالث من الفيديو ونكن من المقلوب�� خزوجاته هذا من المسيح من Idee بردنا حibilities وبدأ بالأ شرح advice أحيث جزء الثالثaza في الجزء الثالث في الجزء الثالث عندما كنتي اصحاء المزار الأزمان المدو existe جزء الثالث في الجزء الثالث فعلا من خراب هذه المشارات طبعا هو يقول إنه المسيح صليب يوم الجمعة كويس ولأنه كان بداية السبت فكان لازم ينزل لأن السبت يوم مقدس فكان لازم ينزلوا الجسس من على الصليب فأتوا ونزلوا المسيح وكان يبدو يعني يبدو للي نزلوه إنه مات يعني لكن هو ما ماتش هو في الحقيقة ما ماتش كويس فخدوا المسيح الذي لم يمت وبعدين حطوه في القبر سبالكر كويس فحطوه في القبر ومع القبر وفي القبر ما نعرفش مين بقى حرك الحجر لكنه طلع من القبر فهي القصة كلها أن المسيح لم يمت هذا ما يقوله المسيح حتى وإذا علق على الصليب فهو لم يمت يعني علق على الصليب هو يقبل فكرة أنه ممكن يكون المسيح اتصلب لكنه على الصليب لم يمت المسيح حصل لنوع من الإغماء على ما يبدو ظنوا إنه هو مات فخدوه والأناجيل لا تذكر لنا أن المسيح قد مات ده بحسب ما هو بيقول طبعا نظرية الإغماء دي نظرية معروفة هي مش بتاعته دي بتاعت علماء يعني نقاد كاثرين بيرفضوا أي شيء متعلق بالمعجزات ومن اللي بيرفضوا أيضا معجزة القيامة فبيحاولوا أنهم يجدوا يعني بدائل لنظرية القيامة منها نظرية الإغماء أن المسيح أغمى عليه نتيجة النازيف الكتير اللي نزفوا من الدماء فحصل لنوع من الإغماء لكن لما خدوه وهو مغمى عليه تحط في القبر والقبر كان رتب فكان فيه نسمة يعني هوا حلوة فبدأ يستعيد صحته ووقف وحرك الحجر وخرج والتلاميذ أعتقدوا أنه بهذا يكون المسيح قد قام طيب الأناجيل الأربعة هو بيقول أنه رواية الكتابية لا تؤكد أن المسيح قد مات وهذا طبعا كذب ليس حقيقة ده افتراء ليه لأنه بيثبت أنه أيضا لم يعرف ما يقوله الكتاب عن أكيد أو حتمية وعن تأكيد موت المسيح فهنا بس هاخد كام شاهد من الكتاب المعدس من الأربع أنا جيل بسرعة وهشوف وورد حضرتكم إزاي أنه فعلا المسيح مات في متى وأصحاح 27 أول ناص بناخده متى أصحاح 27 وفي عدد خمسين يقول فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وعمل إيه وأسلم الروح يعني إيه أسلم الروح يعني مات عبارة أسلم الروح تساوي الموت حاجة تانية يقول هنا في عدد خمسين وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا هذا ابن الله وكانت هناك نساء كثيرات ينظرنا وهنا كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه وبينهن مريم المجدرية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم أبني زبدي يعني هنا الكتاب الموادس بيقول لنا بيقول لنا أنه المسيح أسلم الروح وقال يا أبتا في يدك أستودع روحي وأسلم الروح بمعنى أنه مات مين اللي كان موجود عند الصليب اليهود موجود مجموعة من اليهود الكثيرين موجود عند الصليب أيضا العسكر الرومان وقائد المئة موجود عند الصليب أيضا النساء الذين كانت تبعنا يسوع يعني مش واحد بس هو اللي يعني نزل المسيح وكان المسيح مغمع يعني لا ده كل هؤلاء سامعوا يسوع وهو يعني يقول يا أبتاه في يدك أستودع روحي وصرخ بصوت عظيم وأسلم الروح فالجميع شهدوا على أنه أسلم الروح حاجة تانية في إنجيل مروس يقول لنا في إنجيل مروس وفي أصحاح 15 وفي عدد 37 يقول لنا فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح يبقى يسوع صرخ بصوت عظيم وأسلم أيضا الروح نروح أيضا إلى إنجيل خلينا نكمل في مرؤس لأنه في جزء مرؤس مهم أوي يقول لي أنه بعد لما يسوع أسلم الروح في أصحاح 15 وفي عدد 43 جاء يوسف الذي من الراما مشير شريف وكان هو أيضا منتظر ملكوت الله فتجاسر ودخل إلى بيلاتوس وطلب جسد يسوع طلب إيه؟ جسد يسوع الجسد الذي انفصلت عنه الروح لأنه أسلم الروح فتعجب بيلاتوس أنه مات كذا سريعا يعني بيلاتوس أو لما سمع يوسف الرامي بيطلب جسد يسوع اتعجب قال له هو مات قال له آه مات قال له ده مات بسرعة إزاي ده فعلشان بيلاتوس يتأكد أن يسوع مات عمل إيه؟ دعا رئيس المئة شوف نص كتابي دقيق جدا فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات؟ بمعنى أنه تأكد من موت المسيح بيلاتوس قبل ما يعطي الجسد ليوسف الرامي دعا قائد المئة وتأكد منه أن يسوع فعلا قد مات ولما عرف من قائد المئة أن يسوع قد مات أزنى وسامح ليوسف الرامي أن يأخذ الجسد ويضعه في القبر يعني هناك تأكيد غير الهو بيقولوا أنهم لم يكنوا متأكدين أنه مات يحنى بيقول لنا حاجة أخرى جميلة يحنى الحبيب بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا في أصحاحه التسعتاشر ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأكساد على الصليب في السبت كان يوم ذلك السبتا كان عظيما سأل اليهود بيلاتوس أن تكسر سيقانهم ويرفعه ليه؟ لأنه لما بيتكسر ساق المسلوب بيبقى صعوبة التنفس كبيرة جدا ما بدرش تنفس فبيموت لأنه وهو متعلق على صليب لما بياخد نفسه بيزوء جسده لفوق عشان يقدر ياخد نفسه لكن لما تكسر عظامه رجليه مش هيقدر أنه يتنفس فهيموت بسرعة ودي كانت الطريقة اللي بيموتوا بيها يعني لو حابين يعجلوا بالموت فيشوف الكتاب يقول لنا إيه؟ فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المسلوب معه يعني الاثنين دول ما كانوش لسا ماتوا فكسروا سيقانهم وماتوا بيز وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات رأوه قد مات وبعدين علشان يتأكدوا بقى أنه مات عشان يتأكدوا أنه مات يقول الكتاب ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء خرج دم وماء يسوع مات مش تظاهر أنه مات ولا دي أسوم دي أنه مات افترضوا أنه مات لا دا مات ومش ممكن أبدا بلاتوس كان يسلم الجسد إلا بعدما تأكد من قائد المائة أنه قد مات طيب أخذ مدخلة ونكمل بعد كده نتفرج على الجزء الأخير من الفيديو والرد عليه أبو مهند من الأردن مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا بحضرتك تحية محبة للدكتور أهلا وسهلا بحضرتك أحسنت الكريم لو أتينا نبحث في علاج بحالة البشر لم نجد علاج بشري يستطيع أن يقيم أو يرجع الإنسان إلى الطبيعة الأولى التي التي خلقه الله بها لكن هناك الدواء الإلهي لأن الكتب المقدسة تحتوي على أعلان إرادة الله فيما يقف بالإنسان التوراة هي منبع المعرفة الحقيقي التي يقدر الإنسان أن يبني عليها أساس رجائه بالمستقبل والرسول بولوس الذي أبصر رؤية النبوة نصفاً في محضرات أسفة تركات التي تشهد طيب أبو مهند أبو مهند أنت سمعني حضرتك سمعني معك أنا أي رأيك في ما قدمه ألو أيوة معاك بقول لحضرتك أي رأيك في ما قدمه من ردود الدكتور زكير وفي نفيه لحقيقة موت المسيح مش شام أنا عليك الفيديوهات الفيديوهات اللي احنا شفناها يعني أنا لا أؤمن في هذه الشغلات يعني أنا أؤمن أن المسيح جاء جاء إلى هذا العالم وفد العالم ومات على الصليب هذا هذا إيمان آمين آمين أشكرك أشكرك أبو مهند على مدخلتك ونكمل مع بعض ردنا على الجزء الأخير من الفيديو لأن الجزء الأخير من الفيديو مهم جدا أيضا إجوانا صغير there is no word in the dictionary which says if you put a person on the cross and he does not die, what is it called? so a new word we have to coin is crucifixion C-R-U-C-I-F-I-C-T-I-O-N it's a fiction, it's a story he's put on the cross but does not die so therefore I believe that if I agree with the Bible it is correct and Jesus did not tell Allah, peace be upon him it was a crucifixion F-I-C-T-I-O-N it was not fiction F-I-X-I-O-N هو بنائش بيقول أنه الصليب بالإنجليش هو crucifixion أنه يعلق شخص على الصليب لكنه اخترع كلمة أخرى وهي كلمة crucifixion وكلمة fiction الجزء الأخير هنا fiction يعني invasion or فابريكيشن يعني الواحد أنه يقول ستوري بس ستوري أو قصة غير حقيقية كويس فالمسيح موت على الصليب ليس موت حقيقي لما احنا نقول كروسفكشن ده أنه مات حقيقي لكن لما نقول كروسفكشن ده أنه تصلب لكنه لم يمت موتا حقيق طبعا هذه البدعة اخترعها أول من اخترعها وأول من اخترع يعني هذا التعبير ونادى به كان الأستاذ لدكتور زكير وهو أحمد ديداد لأنه يعتبر تلميذ أحمد ديداد حتى عبارات أحمد ديداد هي نفسها اللي بيقررها كباحث أول حاجة بيقول أنه أنا كباحث أنا قمت بالبحث وفي الآخر أدركت أنه المسيح لم يمت على الصليب المسيح ممكن يكون علق على الصليب لكنه لم يمت على الصليب أولا أنا أرد على الجزء ده أنه الكتاب المؤدس ليس فكشن الرواية الكتابية ليست فكشن ليست فابريكيشن ليست اختراع من إنسان ليست مجرد إنها خيال بشر كتب رواية جميلة وكتب عن صلب المسيح لكنه صلب المسيح لم يكن تاريخيا ليس هذا هو ما يقوله الكتاب المؤدس لكنه يكلمنا بكل أدلة واضحة جدا على أنه المسيح مات وهناك الأدلة الكثيرة التي تؤكد هذا أولا لا القرآن ولا علماء الإسلام قدموا دليل واحد وأنا كنت أتمنى هو لو باحث فعلا أمين في بحثه إنه يقدم ولو دليل واحد على عدم موت المسيح دليل تاريخي أثار أي دليل يعني علم اجتماع وأي دليل من الأدلة اللي يؤكد على أن المسيح لم يعمت لكنه لم يقدم فبالتالي هو القرآن فشل وعلماء الإسلام فشلوا فإنهم يقدموا لنا دلائل مؤكدة على عدم موت المسيح مفيش زيرو زيرو حاجة تانية إحنا عندنا بقى العشرات الأدلة عشرات الأدلة عندنا أدلة من كتير مؤدس عندنا أدلة عن المكان والزمان والأشخاص والتفاصيل والحكاية ومين وراح وجيه وتحكم فين كل ده موجود عندنا أدلة على أنه أيضا لم ينزل جسده من على صليب إلا بعدما تأكد بيلاتوس أنه قد مات عندما سأل قائد المئة واستدعاه لكي ما يسأله عن موت المسيح كل هذه أدلة موجودة مؤكدة بيس إنما في أدلة تانية آه في أدلة كتير خارج الكتام معدس في ستمائة سنة من الأدلة ستمائة سنة من الأدلة الرواية القرآنية هي الفيكشن أساسا الفيكشن الاختراع بشر هي الرواية القرآنية وليس الكتام معدس لأنها رواية ليس لها دليل تاريخي واحد فلا أستطيع أبدا أن ولا أقبل أن الرواية الكتابية الكتام معدس هو الفيكشن الرواية القرآنية هي الفيكشن وهتولي دليل تاريخي على صدق ما تقولون ما فيش وما زلنا نضع هذا التحدي قدام الدكتور زكير وأدام الإخوة المدعين ما هي الأدلة التي تقدمونها الأدلة التاريخية التي تقدمونها على أن المسيح لم يموت طيب أكتفي بهذا بخصوص الرد على الدكتور زكير ويعني لما نيجي عند موت المسيح وآخر 12 ساعة في حياة المسيح هذه الساعات التي غيرت مجرى التاريخ البشر كله أن المسيح مات من أجل خطيانا وهو مجروح لأجل معصينا مصحوك لأجل أثامنا تأديب سلام عليه وبحبره شوفينا عندي في المكتب عندي فيه كتابين هما عبارة عن جزئين هو كتاب واحد مؤلف واحد لكنه جزئين الكتابين على بعض حوالي 1600 صفحة بيس دول الكتابين دول بس بيتكلموا عن المسيح في آخر 12 ساعة آخر 12 ساعة في حياة المسيح كتب فيهم كاتب 1600 صفحة من أدلة وبرهين وتفاصيل ومقارنات بين متى ومرء السولوء أو يحنى لأنها تاريخية لأنه حدث حقيقي حدث حقيقي هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الأسبوع اللي فاتت كلمنا عن مصداقية أي زي نعرف مصداقية نص بيكلم عن حدث تاريخي وقلنا أنه التوثيق التاريخي أو التاريخي ده عبارة عن علم ويس علم كبير جدا فإنك تسجل أحداث تاريخية ده علم وكلمنا أنه هناك امتحان لمعرفة إذا كان اللي مكتوب فعلا يعبر عن حدث تاريخي حقيقي حدث ولا لا وقلنا أنه هناك ثلاث امتحانات أساسين أو ثلاث براهين بيقدمهم لنا العلماء العلماء أولا بكلم هنا أنا بكلم عن العلم مش بكلم عن علماء مساحيين لكن لو درست علم التوثيق وعلم التاريخ وعلم كتابة التاريخ هستوغرافي كل دوان بيبقى يعني مش مرتبط بكتابة أدس لكنه كعلم علمه متاح أنك بتوثق وتؤرخ تاريخ وأحداث وثورات وتغيرات وأحداث تاريخية حصلت في العالم قلنا أن هناك ثلاث اختبارات الاختبار الأولاني هو أنه هناك يكون شهود متعددين للحدث ما يكونش بس واحد بيشهد عن الحدث وقلنا أنه للأسف الرواية القرآنية شاهد واحد وهو القرآن لا يوجد شهود آخرين لا يوجد شهود يهود ولا يوجد شهود رومان ولا يوجد شهود كانوا معينين للأحداث هي رواية من طرف واحد وليست رواية يعني شكده بقول أنه لا نعتد بها لأنها مش رواية هو مجرد إقرار هو نفي لحقيقة لكن ما نيجي للرواية الكتابية نعرف أنه متى كتب لؤى كتب مرؤس كتب يحنى كتب نعرف أنه أيضا تلاميذ المسيح وكل اللي كانوا معاصرين للرب يسوع ونعرف أنه عند الصليب كان يهود رومان كان عند أيضا أتباع للمسيح نعرف أنه اللي كتب عن المسيحية وفي بدايتها وفي إيمانها حتى الأعداء الذين سجلوا لنا عن عداوة شديدة للمجموعة المسيحية أو للمؤمنين المسيحيين سجلوا أن المسيحين دول بيؤمنوا أن المسيح مات وأن المسيح قد قام عندنا شهود كثيرين فتعدد الشهود خلونا ناخد مداخلة ونكمل مع بعض عن البرهين الأخرى الأخ شمعون من أمريكا ألو ألو نعم اتفضل حضرتك أنت على الهواء شكرا أنا بريد أجاب الشيخ اللي قال أنه ما يصدقون أن اليسوع قد مات آه تفضل لأن في القرآن يقول لا قتلوه ولا صلقوه إلا رفعوه الله إلى السماء دعني الشخص اللي كان مطلوب كان غير مسيح شخص آخر شو بهذه طيب إذا هذا الشخص ما كان يسوع لما أخذوه خلوه بالقبر طلع من القبر إذا ما كان المسيح شو أميته أيو وعدوا يطلعوا من القبر حتى لو يقولون سرقوه أو ما يقولون خلي يقولون ولكن مسيح هو كان بالقبر ولما طلع لأن إلهته الجسد تجسد به حتى الجسد ارتفع راح للسماء هذه المنقطة لما يقولون إن الله هذو للسماء بعدما قام من موته وكان متجسدا فالجسد نفسه لم يبقى في القبر هذه الطريقة يعتقدوها ولكن دليل على إن المسيح إذا يقولون ما مات الله رفعه بس من كان هذا الشخص ذات أهمية لخلوه بالقبر ما كان إذا ما كان مسيح ولكن اعتنوا به خلوه بالقبر من القبر طلع حتى من القبر طلع بالجسد نفسه لأن الله كان متجسد في اليسور أشكرك أخ شمعون على هذه المدخلة الرب يبارك حياتك عندنا أخذ مكلمة أخرى الأخ غالب الأخ غالب من أمريكا أهلاً وسهلاً بحضرتك طبعاً الموضوع سهل ولو أهمية طبعاً بس المشكلة هنا دكتور أنه اللي بيشكك أي إنسان مهما كان حتى لو كان قديس ورح أعطي مثال بشكك في صلب المسيح هذا هو من الشيطان أو دخلوا فكر شيطاني ودليل على أنه القديس بطوس وهو طبعاً معنا أنه يمنع المسيح بس يعني شهامة منه فالمسيح قال له ابعد عني يا شيطان لأنه الفكر فكره اللي دخله هو فكر شيطاني بده يمنعه عن الصليب ما في حد استطاع أن يمنع المسيح عن الصليب ولا حتى الشيطان صح فلذلك هي عملية إلهية تمت للخلاص وبالفعل الشيطان كسر وإلى الأبد لأنه الشيطان كان بيحاول أنه لغاية الآن طبعاً محاول إياه سبقاً كان في ذلك الوقت يحاول محاولات قوية حتى يمنع المسيح من الصليب حتى لا يكسر هو لأنه بصد المسيح كسر الشيطان وكسر الموت لأنه مع عقوبة الخطيئة أو عقوبة اللي بيتبع الشيطان الموت صح كل إنسان يخلص ويكون مع الرب بل الشيطان بيحاول يعني من خلال ومازال بيحاول مازال فعلاً بيحاول من خلال الديدات وذاكر والغيرهم وطبعاً الديدات يعرف من شو صار فيه يعني شل شل لسانه يعني حتى منشى الجسده بس حتى لسانه وظل السنوات طويلة وهو لا يستطيع أن يتكلم لسبب لأنه تكلم عن المسيح بالسوء وأنه كان مع الشيطان ضد صلب المسيح لأنه كانوا كمان بالكذب يعني كل اللي قالواه كان كذيب يعني بيدعوا أنهم باحثين لكن هم غير باحثين هم فعلاً بيغيروا الحقائق ويخدعوا بكلام ملق لكنه كله مليان كذب مش حقيقة بالفعل والدليل أنه رب نعطبهم الرب يعطب ما تفكروا ما حد يفكر أنه الرب لا يعاقب الرب يعاقب بشدة لكن يعطي الفرصة وأنطعهم الفرصة وأنطعهم الناس يعني مثلاً كثير ناس تناقشهم أحوهم وأثبتونهم من الكتاب بسهم ما بدون يخسبهم إذن هم حاكموا عن نفسهم مع الشيطان ما هو هو قال في الفيديو بتاعه قال أنا القرآن قال كده وأنا راضي بكده ولا أناقش التفاصيل طب يعني طب خليك باحث على أقل يعني خليك فير القرآن ما يعني لو جاب أدلة وإثباتات أكيد احنا كنا رحنا نمشي فيها بزبط بس إننا ما فيش أي أدلة تثبت أن المسيح لن يصل ببعض بزبط اللي أنت ذكرت التاريخية والشهود يعني يعني على الأقل شهود المسيح يعني لا يمكن ولا معقول أن يموتوا لأجل كذا بزبط كل التلميذ مات وضفوا بحياتهم لأجل شهادة إن المسيح مات وقام وقهر الموت بزبط وهذا اللي إحنا المفروض يعني يعني نفتخذ فيه لأنه إحنا إننا حياة خلص ما في موت يعني إحنا أي وقت ما نموت فيه إحنا نصد كل فخر من كل مع المسيح أشكرك يا أخي غالب بالربي بارك حياتك عندنا مكالمة أخرى الأخت نبيها أي وقت مرحب مرحب أحسن سهلا بحضرتك المسيح قام بالحقيقة أنا بدي أقول لك هؤلاء الأسلام بيحكوا على صلب المسيح هن ما قلومنش أي أي إش فيه مات ما مات كله شو بدهم فيه ليش ما يروح يحكوا على الحمد اللي أصل فيه بالقوضة ميت ومسكر حاله إنه بدي يطلع زي المسيح المسيح لما مات على الصليب قبل ما يموت قال قال ليسوع هذه هي لا يا مار يحن قال له هذه هي أمك ما يجب باله عليها والحرامي اللي كان جنبه قال له ارحمني يا رب ارحمني قال له الليلة تذكون معاية السماء أكثر من هيك يثبتها إيش بالضب الناس نثبت إيش روح يثبتوا عم أمت إيش بصوت أشكرك يا أخت نبي أشكرك على هذه المداخلة ناخد مداخلة أخرى هادي نادر الأخ نادر أهلاً واسهلاً تحدي رائع النهاردة تحدي أكثر من رائع القرآن بيبدعي إن وما صلبوه وما قتلوه لكن إحنا مش محتاجين نثبت ولو إن عندنا ألاف نثبتات وأدلة تاريخية يعني أدلة تاريخية خارج المسيحية ذا نحن بيقول لكن القرآن هو المحتاج يثبت إن المسيح لم يسلط أي في المبادئ الإسلامية في مبدأ بيقول البيينة على من ادعى أي صح البيينة على من ادعى فإذا ادعى القرآن إن المسيح لم يسلط دكتور أشرف أيوة سمعك سمعتني لا سمعتني كويس أو يكمل حضرتك سمعتني من البداية سمعتني من البداية فدكتور أشرف أنا بشكرك على هذا المبدأ الرائع إن هو هم القرآن لازم يجيب أو الإخوة المسلمين لازم يجيبه بالدليل على إن المسيح لم يسلب إحنا مش محتاجين نقدم دليل إحنا عندنا الأدلة الكافية وعندنا الإيمان السابت وكلمة الله والكتاب المقدس اللي لا يعتريه تغيير ولا زلد وران صح اللي السماء والأرض تزولان وحرف واحد من كلام المسيح ومن كلام الرب لن يزول على القرآن أن يثبت إن المسيح لم يصلب أنا بشكرك من أجل هذا من أجل هذا بحق الرائع دكتور أشرف رب يباركك وإن البينة أقول للمسلمين للإخوة المسلمين البينة على من ادعى صح أنتم تدعون أن المسيح لم يصلب هاتوا البينة على أن المسيح لم يصلب وبالأخص يا أخي نادر لأنه هو جي بعد المسيح بستمائة سنة يعني يعني أنت جيت بعد المسيح بستمائة سنة وبتنفي حقيقة تاريخية طب قدم البرهان يعني ف الكتاب المؤدس ليس موضع اتهام وموت المسيح وحقيقة موت المسيح ليست موضع اتهام موضع الاتهام الاتهام هنا هو الرواية القرآنية الرواية القرآنية هي موضع الاتهام ونحن لا ندافع عن كتاب المؤدس نحن لا ندافع عن الليل عندنا عشرات بل مئات الأدلة التي تثبت أن المسيح حقا مات ودفن أما النص القرآني والرواية القرآنية فهي موضع اتهام وعليهم أن يأتوا لنا بالدليل الذي يثبت صدق ما يقولون على أن المسيح لم يمت كلمنا عن الشهادات المتعددة يعني كجزء من المصداقية لأي كتاب تاريخي أو لأي تسجيل حدث تاريخي كويس شهادات متعددة وعندنا حتى النهاردة دي في كل دراسات حتى لما تروح تقرأ عن الحضارة المصرية مش بس بنجد ذكر مثلا لرمسيس مرة يعني اسم كده نلاقيه مرة كده موجودة على مسلة لا ممكن نجد سجليات أخرى كثيرة شهود كثيرين يعني حتى علم الأثار يؤكد على وجود رمسيس إنه المخطوطات تؤكد على وجود رمسيس إنه المسلة الفلانية والمعبد الفلاني هناك حتى حتى حروبه ممكن نجد سجلات مثلا حارب بابل يعني أو حارب ما بين النهرين حارب بلاد أخرى كانت موجودة وهذه البلاد بتكتب لنا أيضا عن مثلا رمسيس إنه دخلوا حرب مع مصر وكان فرعون مصر هو رمسيس فهناك الأدلة المتعددة وهذا ما نجده بخصوص موت وقيامة المسيح الأدلة المتعددة برهان الكرآن لا يوجد فيه دليل واحد يقدمه على صدق ما يقول حاجة تانية إنه هناك التناغم والتماسك في الرواية الكتابية يعني في صلب المسيح هناك أمور بيأكدها الأربع أنجيل وبيأكدوها شهود العيان لا يمكن أبدا لإنسان أنه يختلف عن هذه الأمور أنه المسيح أنه صلب يوم الفصح أن المسيح دفن فيه قبر يوسف الرامي على فكرة من الأشياء الجميلة في كلمة ربنا يعني لما نقرأ مثلا يوسيفوس ونقرأ الكتابات اليهودية في القرون الأولى نعرف أنه المجرمين اللي بيحكم عليهم يعني كمجرم إذا شخص حكم عليه أنه مجرم كان يدفن في مدافن خاصة يعني لا يدفن حتى في مدفن العائلة يعني لو حبت العائلة تاخد جسد اللي حكم عليه على أنه مجرم وصلب أو أو ترجم كان الشريعة أو اليهود بيرفضوا أنه يحصل كده ليهم مدافن يعني لأنه حتى في موتهم لا يوجد احترام وكرامة ليهم يعني لأنهم ماتوا بحكم على أنهم مجرمين وهذا هو القصد الذي قصدوا اليهود أنه لما المسيح يموت أنه يعني يجعلوا قبره مع مجرمين مع أثمة أنه أحصي مع أثمة كويس أنه يعتبر واحد من الأثمة لكن الله الآب الذي أرسل الابن متجسدا هو الذي أيضا حفظ كرامة الابن إلى النهاية عشان كده يقول حتى أشعياء أنه وأحصي مع أثمة لكنه أيضا جعل مع غني قبره يعني يعني وعش كده جي يوسف الرامي رجل غني شريف رجل يعني واحد من مجمع السنهدريم وطلب جسد يسوع كان لازم يأخذ إذن وكان لازم يبقى له ثقل اجتماعي وثقل الديني وثقل أيضا يعني شخص معروف في المجتمع وله مكانة في المجتمع عشان يقدر أنه بلاطوس يدي له هذا الإذن أن يأخذ جسد يسوع فعندنا المسيح مات يوم الفصح المسيح دفن في قبر يوسف الرام النساء ذهبنا إلى القبر وجدنا الحجر مضحرج الملائكة قالوا للنساء لماذا تطلبين الحي بين الأموات ليس هو هنا لكنه قد قام المسيح نفسه ظهر للنساء وظهر للتلاميذ وظهر لأكثر من خمسمائة أخ زي يقول رسول بوليس في كورنسوس الأولى خمستاشر وأكثرهم باقن إلى الآن التلاميذ أنفسهم أيضا رأوا وتحدثوا مع المسيح سواء كأفراد أو كجماعة لكن البرهان الثالث اللي احنا قلنا شهادات متعددة قلنا وحدة الموضوع لكن أيضا هناك اختلافات من وجهة النظر ومن الغاية اللي بيكتب منها الكاتب يعني اللي بيكتب لليهود غير اللي بيكتب للرومان بيكتب أن يقدم المسيح كملك غير اللي بيقدم المسيح كابن الله أو غير اللي بيقدم المسيح كإنسان كامل كلهم اتفقوا على صدق الحدث التاريخي لكنه تركزهم في بعض الأمور كان هناك تباين وده دليل على الصدق وليس دليل على عدم الصدق ليه لأنه دايما لو مجموعة هتكذب تتفق على ما تقوله لألا تباين الكذبة يعني لألا الكذبة الناس تعرف أنهم بيكذبوا فبالذات في التفاصيل فيتفقوا لكنه النص الكتاب يقول أنه هناك تباين واحد يتكلم عن مريم المجدلية الآخر يتكلم عن مريم المجدلية ونساء واحد يتكلم عن ملاك واحد يتكلم عن لا كان فيه ملاكين أيضا داخل الأب يعني دي تفاصيل مهمة جدا لأنها بتؤكد صدق الرواية الكتابية ولا تنفي أبدا حقيقة قيامة المسيح هنكمل مع بعض الموضوع المهم ده الحلقة اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة